السلام عليكم وبركاته سمعوا سمعوا يا الاخوار ان اردتم معرفة القيمة ديال الوصفة القيمة ديال الفيديو يذهبوا للتعاليق وشاهدوا التعاليق الفيديو مرت عليه تقريبا سنتين وما زال التعاليق الجيدة تصيلنا وذلك بسبب فعالية الوصفة الصير وعدم الكذيب على الناس او التضليل الحمد لله الوصفة مجربة وناجحة وكل من جربها يشكرني والشكر لله وصفة علاج لإسهال المزمن والعلاج يكمن في طريقة استعمال الحلبة اسموهد الاخ قال والله كنت كارحياتي جربت وصفة الحلبة والله من اليوم الاول شفيت اشكرك جزيل الشكر اللهم اجعلها في ميزان حسنتك انت ومن ذلك عني الوصفة وشكرا تعاليقون اخر يقول شكرا لك يا اخي على كل ما تقدمه من وصفات طبيعية اللهم اشفي كل مارين تعاليق اخر كذلك جربته ونفعني كان عندي التهاب مزمن جزك الله خيرا العديد العديد من التعاليق كلها الحمد لله ايجابية تعاليقون اخر كذلك يقول اخي نصيحتك هذه من ذهب فالحلبة غانية بالمواد الغذائية المهمة تقوي الخلايا تخفي الالتهابات تساعد على الامتصاص وتقوي المناعة كما وتصفي الجسم العديد من التعاليق الايجابية وصفة اليوم وهي طريقة العلاج وهي لعلاج الاسهال المزمن العلاج فقط بمنقوع الحلبة المنقوع وليس الحلبة وحدها ملعقة كبيرة من الحلبة نغسلها ثم نضوها في كأس من الماء في المساء وفي الصباح نترك هذا الكأس حتى الصباح عند الصباح نصفي ونشرب الماء فقط الماء فقط وليس الحلبة مع الماء قبل وجبة الفطور تقريبا بربع ساعة النتيجة تظهر في اليوم الاول من الاستعمال معلقة كبيرة ندرها في كأس ديال الماء ونخليوها ليلة كاملة حتى الصباح في الصباح نشربه الماء فقط الماء ديال الحلبة ثلاث ايام متتالية وداعا للاسهال المزمن ننشر هذا الفيديو ننشر هذا الفيديو والله يجدكم بخير في مواقع التواصل الاجتماعي والدل على الخير كفاعله فالناس اللي كتعاني من الاسهال المزمن رغموا هم اللي يحسوا هم اللي يحسوا بالإزعاج عندهم الإزعاج الممل إزعاج دائما تجدوه شرف الله وقدركم يدخل المرحات عشر مرات في اليوم عشر مرات تصل حتى عشر مرات في اليوم يعني صراحة الامر صعب جدا فمقوين واحد فقط رديهنك إن شاء الله من هذه المشاكل كاملة وهكا تسترجع الحيوية ديالك والصحة ديالك والمعاناة كنت من الفيديو يعجبكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم وبركاته شكرا شكرا